اهلا بكم في الخط الاخضر تعتبر قضية الارض والمسكن واحدة من القضايا الملحة داخل الخط الاخضر ومن المتوقع أن تصبح خلال السنوات المقبلة القضية الابرز نظرا لغياب التخطيط العام أما الحلول الإسرائيلية فهي وفق خبراء أقرب إلى العقوبات منها إلى الحل فما هي مألات قضية الارض والمسكن وما هي خطورتها على الفلسطينيين وهل من أفق لحلها قريبا الارض والمسكن وحلول أقرب للعقاب موضوع حلقتنا لهذا اليوم ونناقشه من زوايا الواقع والمخاطر والتوقعات لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفي هنا في ستوديو السيد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ومحمد وتد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم قبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد التقرير الآتي الذي يستعرض أبرز وجوه أزمة الأرض والمسكن تختصر سلطات الإسرائيلية مشكلة الأرض والمسكن داخل الخط الأخضر بأزمة البناء غير مرخص بدلا من المشكلة الأساس وهي غياب مخططات رسمية للبناء داخل البلدات العربية وتجاهل تام لتوسيع المسطحات والأراضي الصالحة للبناء بهذه البلدات ويواجه المواطنون العرب داخل الخط الأخضر سياسة هدم البيوت من قبل السلطات الإسرائيلية وهي سياسة من المتوقع أن تزداد سوءا وحدة خلال السنوات المقبلة بسبب دخول قانون كامينتس حيز التنفيذ وهو قانون يهدد خمسين ألف بيت عربي ويسعى إلى تقليص دور المحاكم في قضايا البناء غير مرخص وقصر الأمر على الإجراءات الإدارية ورفع سقف الغرامات إلى قرابة تسعين ألف تولر وعلى مدى سنوات تجاهلت السلطات الإسرائيلية وأزمة الأرض والمسكن في البلدات العربية ما ساهم في تفاقمها غير أنها عندما قدمت حلولا حارصة على إعادة هيكلة في نمط وأسلوب الحياة والسكن العربي بشكل مباشر وفعال لأنها تعتبر ما سمتها ثقافة سكن العربي هي المشكلة وبالتالي عملت على تغييرها من خلال طرح الخطة 922 التي تسعى إلى تكريس البناء المكثف ومتعدد الطوابق على الأراضي الخاصة في مسارات ومساقات تخطيط شريعة ومركزة بأيد الدولة ما يعني تغييرا واسعا في هيكلية وبنية البلدات العربية أهلا بكما مجددا سيد أحمد لم يبقى لإسرائيل أراضي فلسطينية تقريبا للمصادرة كيف استطاعت مصادرة هذا الكم الهائل من الأراضي بقي 1% في ملكية عربية وإسرائيل تطمع لأن تصادر هذه النسبة الضئيلة من أصل 3.5% ما تبقى لدينا من ملكية خاصة في هذه البلاد يعني المواطني الفلسطينيين باتوا يمتلكون فقط 3.5% 2.5% منها تحت إدارة السلطات المحلية و1% معرض للنهش ومعرض للمصادرة بمشاريع جهنمية إسرائيل طبعا تجيد بناء مشاريع قطرية ووطنية لوضع اليد على هذه الأراضي وأنا أتحدث عن كثير من المشاريع الوطنية مثل شوارع رئيسية مثل خطط سكاك حديد تمرير خطوط غاز وبناء مدن كما هو الحال في حريش المدينة اليهودية في قلب وادي عارة لمنع العرب من التوسع على أراضي مفتوحة هناك وأيضا مدينة تنطور لتجميع أكثر ما يمكن من العرب المتواجدين في المدن المختلطة لتنفرغ هذه المدن مثل عكا وحيفا على أقل يعني القريبة من هذه المنطقة مع رفض شديد من قبل أهالي المنطقة بإنشاء هذه المدينة نعم إسرائيل هذا هدفها ونحن للأسف الشديد لا نمتلك من الأدوات غير إما الاحتجاجات أو التصريحات النارية التي تطلق هنا وهناك ولا يوجد لنا أي قدرات قانونية لمنع هذا النهج الرسمي التي تتبنى إسرائيل بمختلف مؤسساتها نعم سنعود لمناقشة سبل التصدي ولكن قبل ذلك سيد محمد دعني أتحدث عن أهم الخطط التي يعني طرحتها إسرائيل وهي خطة 922 لحل أزمة المسكن في البلدان العربية وعرضت وكأنها إنجاز للعرب ما هي هذه الخطة ماذا تشمل والفعلا إنجاز كما يدعون بداية يمكن اختصار السياسات الإسرائيلية تجاه الداخل الفلسطيني معركة وجود لا حدود بمعنى كل قضايا الأرض والمسكن ليشت وليدة الصدفة فهي منذ سبعينيات القرن الماضي ومنذ يوم الأرض الأول وهذه المعركة تتواصل فقط للتوضيح منذ ثمانيات القرن الماضي لم يتم المصادقة على خارطة هيكلية لأي بلد عربية في الداخل ما تم المصادقة عليه هو خرائط مفصلة بمعنى مناطق تتواجد بها بناء لا أقول بناء غير مرخص بناء ترفض إسرائيل أن ترخصه وقد خلق واقع وحقائق على الأرض وبالتالي تم ضم هذه الأحياء إلى نفوذ البلدات العربية طيب هل تختلف مصادرة الأراضي من منطقة إلى أخرى خاصة في الداخل الفلسطيني أم هي سياسة ممنهجة متساوية للجميع يعني بحضر أقول قد تختلف ما بين المثلث والجليل عن النقب حيث هناك تجريف مجمعات سكنية بكاملها الإجهاز على قرى كبيرة ومحاولة تجميعهم في بلدة أو اثنتين أو ثلاثة لوضع اليد على حوالي ثمانمائة ألف دنم في النقب لوحده فهناك هيئة وكيمة هيئة خصيصا لمتابعة هذه القضية وعملت من خلال وزارة الزراع الذي يتراسى أرييل أحد المستوطنين وهو أضوك كينياسة ووزير نعم هناك نهج ولكن في المثلث والنقب يعني اليوم نتحدث عن مصادرات أنا قلت يعني لم يتبقى الشيء الكثير مما يعني 1% لأصحاب الأرض الأصليين طبعا يعني ما ذكره الأخ محمد بلاد الروحة ما سميت وعرفت ببلاد الروحة نتحدث عن منطقة جغرافية روحلة منها حوالي 54 قرية كبيرة يعني اليوم لو بقي هؤلاء الناس على هذه الأرض اليوم كان عدد تعدادهم يفوق 700 ألف نسمي كسم منهم حوالي 300 ألف لاجئ موجود في القرى والمدن القريبة وهم ما يعرف بالحاضر الغائب هذا النهج موجود احنا اكتشفنا الأمر وخطورته في مرحلة متأخرة نعم في سنوات السبعين حيث قامت حينها عملية يوم الأرض كنا نعتقد أن هناك فعلا أنظمة عربية قد تحمي هذا المجتمع الذي تبقى هنا وكنا نتخيل أن الجامعة العربية تعرف ما هم عرب الثمانواربعين أو عرب الداخل أو عرب إسرائيل سموهم كيفما شئتم أو فلسطيني الداخل ولكن اتضح أننا نلعب في ملعب لوحدنا بين فكي الوحش الذي جاء لمصادرة الأرض ووضعها وأنا أقول لك هناك تخطيطات على أرض فلسطين منذ سنة 1886 وضع أول مخطط لمسح أراضي فلسطين من كبل منظمة يهودية التي عرفت بأقامة صندوق قومي حينها في بريطانيا الصندوق الإسرائيلي لمسح أراضي فلسطين من هناك بدأت يوجد مؤسسات في هذه المخاطر والسياسات نحن بحكم القانون خضعنا لأن نحترم القانون الإسرائيلي والسلك القضائي وتبين أن السلك القضائي هو أحد المؤسسات الذي جاء ليدعم سياسات الدولة في المصادرات وفي هدم البيوت اليوم يعني السنة وشرعنا قبل أقل من سنة قانون ما يعرف بقانون كيمينيتس وهذا سيدفعني إلى سؤال الآخر ما هو هذا القانون والذي على ما يبدو يسرع عملية هدم البيوت هدم ما تبقى من بيوت الفلسطينيين ومصادرة ما تبقى من أراضي الشعب الفلسطيني في الداخل يعني بداية أنا أستبعد أن تقوم المؤسسة الإسرائيلية بهدم 60 ألف منزل ترفض أن تصادق عليها القانون في نهاية المطاف ويسلب المحاكم أي صلاحيات للتدخل بكل ما يتعدق بقضايا التنظيم والبناء ومنح الترخيص وتعجيل سواء الهدم أو حتى فرض غرامات مضاعفة على المواطنين إذا ما نظرنا إلى السياسة الإسرائيلية وإلى العقلية الإسرائيلية بداية سبعينيات القرن الماضي أوامر عسكرية في الجليل المصادرة تبع ذلك في المثلث الشمالي وفي الروحة في ثمانيات القرن الماضي واستمرارا في النقب هي ذات العقلية الإسرائيلية أوامر عسكرية ومن ثم تأتي كذلك الأمر في الضفة الغربية ومن ثم تأتي الجانب المدني هذا القانون أو هذه القوانين التي شرعت مؤخرا تهدف في نهاية المطافية مساومة المواطن العربي بداية على منزله على أرضه وحتى ببعنى عدم التفكير حتى في البناء للأزواج الشابة نتحدث عن ستين ألف منزل بدون ترفض إسرائيل لترخيصها وفي المقابل هناك عشرات الألوف من الأزواج الشابة التي لا يوجد لها ولكن هنا يحدث أمر مثير هذه الأزواج الشابة تخرج إلى المدن المختلطة هل هذا ما ترده إسرائيل أن تترك البلدانها وتخرج إلى المدن المختلطة؟ السؤال كم أن نسبة هؤلاء الشباب الذين يخرجون إلى البلدات اليهودية أو البلدات المختلطة هي نسبة ضئيلة حتى وإن خرجت إلى هناك أنت تتفكك كمجتمع بمعنى هناك خصوصية للقرية العربية للمدينة العربية هذا يساهم حتى بتشويه النشط أنت عندما لا أقول أن تسكن في حيفا أن تسكن في مستوطنة كرمئيل حولت إلى مدينة أو أن تسكن اليوم في مستوطنة تباعا ستحول إلى مدينة حريش هناك جماعات سكانية متعددة الثقافات سواء اليهود سواء الحريديم سواء الروس وأنت كعربي سيكون جارك ببعنى إذا وافق على أن تسكن لدي جارك الحريدي أو جارك الروسي وأنت هنا تفقد هويتك تفقد الهوية العربية طيب فقدنا ربما لم نفقد الهوية ولكن هناك من يقول أننا فقدنا المدينة العربية وفقدنا القرية العربية لم تعد كما كانت في السابق إلى أي مدى ترى هذا الصحيح؟ أعقب في عجالة أولا ليس هذا هدف إسرائيل أن نذهب ونتوجه إلى المدن اليهودية هي طرف الضرافة قاطع إشراك العرب في الحصول على شقك كما حصل في الأفولي ومظاهرات وإلغاء مناقصات كما يحصل في الناصر العليا لكن في حريش هناك إمكانية لأحياء أو أماكن بعض الأماكن أسماح للعرب أسماح لرجال أعمال بالبناء والاستثمار لا بناء من أجل الاستثمار ولكن عندما تذهب كمشروع أن تستوطن في حريش هناك من يعارض الفكرة وهناك من يعارض ونحن استصدرنا أمر قضائي بأن تكون حريش مدينة تستوعب جميع المواطنين وهذا ما حصل لأنها كانت يعني معدة لتوطين الحريدين فقط وهذه قضية تجيباً وليجان القبول في مختلف الألدات العالمية هناك مدن عريقة فلسطينية ما زالت قائمة الليد الرملي يافا حيفا عكا ولكن هل تحمل مقومات المدينة نعم هي مدن عريقة ولكن إسرائيل حاولت بكل الوسائل إخراج العرب من هذه المدن والتضييق عليهم هناك أحياء في الليد والرملي أيضاً تتعرض لهدم كثير من الأبنية عكا يعني لا تتيح الدولة لا تتيح لهم ترميم بمنازلهم من أجل إخراجهم من هذا الحيز ولكن لا تتيح لهم السكن بي كرمييل إلا إذا كان الأمر أمر قضائي يعني ليس بالهيئة ولكن إسرائيل تعمل على شغلتين أولاً تضييق إمكانية الحصول على قسائم بناء وهناك إحصائيات تشير إلى أن أكثر من 130 ألف شاب بحاجة لمتين متر لبناء مسكن وهي لا تتيح ذلك الحل المقابل في المعادلة اللي منذ ذلك يطلع وهناك عملية تهجير خارج البلاد للشباب لا أتحدث عن أزواج شاب يعني في الوسط العربي الشاب بيبن بيت وبعدين بيخطبه وبالزواج فلا يوجد أي أفق تخطيطي والحصول على شقة على الرغم من ذلك يعني أنا أختلف أرستاذ أرستاذ لا يوجد هذه العقبية لدى الشاب العربي بالهجرة اللي ربما تذهب وتدرك في أوروبا هناك موطة يقول حسب معطيات المعابر أن هناك ما لا يقل عن 3500 إنسان خرج ولم يعود حتى الآن وربما لن يعود وربما هذه الأرقام آخذة بالتصاعد نحن لا بغالبيتهم يدرسون في الجامعات الأوروبية نعم ولكن هناك شيء مهم بوجود وممهجي وإسرائيل تقولها بالعلن اللي من ذلك يترى هذا ما تريده إسرائيل نقطة مهمة تحدثون عنها وهي النسيج الاجتماعي الفلسطيني كل هذا هذه الأزمة أزمة المسكن والأرض تؤثر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني وعلى العائلة الفلسطينية وعلى بنية المجتمع الفلسطيني كيف تؤثر؟ يعني عندما أنت كعائلة لا يوجد لديك أرض للبناء لا يوجد لديك مسكن تواجه قضية الهدم تواجه قضية الغرامات الهم اليومي يكون هم شخصي لك كيف ستواجه هذه السياسات الإسرائيلية كنت أوجه أشبه أواقع المجتمع العربي يعني هذه خيام الاحتجاج هذا ركام الهدم في كل بلدة وفي كل مدينة عربية أنت لا تفكر بشكل جماعي لتوحيد الصف العربي سواء على مستوى القرية أو حتى على مستوى المجتمع ليس فقط بكل ما يتعلق في النضال اليومي وإنما في الحياة اليومية في الحياة المجتمعية في تعزيز هذه الروابط أو حتى بالتفكير والعيش كقرية أو كمدينة عربية لا يوجد اليوم لا يوجد لا حياة قرية ولا حياة مدينة يوجد هناك أجتوات بالضبط وهذا لا يدفعك للتفكير خارج الصندوق أنت تفكر كيف تحمي بيتك أو تفكر كشاب كيف ستتزوج أو حتى كما تفكر لربما بالهجرة لكن إسرائيل لربما تدفع نحو هذا الاتجاه بدفع الشاب الفلسطيني للهجرة ولكن استبعد أن تنجح في ذلك يعني تاريخيا إذا معدنا إلى الوراء الغالبية العظمى من الشبان والشبات ممن ذهبوا في سبعينيات القرن الماضي ثمانيات القرن الماضي وتسينيات القرن الماضي ذهبوا إلى أوروبا درسوا وعادوا إلى وأسسوا عائلات ولكن دعونا نشاهد هذا التقرير عن مخطط التنطور الإسرائيلي القادم ترجمة نانسي قنقر لطالما طالب العرب في الداخل مدينة وهي المدينة ولكن هناك خطورة وراءها وهناك أيضا نوايا خفية ما هي هذه المدينة وما هو هذا المشروع؟ يعني قضي أو نية بناء مدينة قد يحمل شيء من النوايا السليم ولكن تخفي في باطنها الكثير من الخبائط وإسرائيل تريد أن تبني وتقيم مدينة بجانب جديد المكر على أراضي جديد المكر قسم منها ما زال في ملكية خاصة وقسم منها مصادر كما ذكر ولكن هذه المدينة تحمل أهداف جهنمية أنا قلت وأقول وأكرر أنها تريد إفراغ المدن القريبة من المواطنين العرب وتجميع أكبر كم من السكان ممن يضيق بهم الأمر في المناطق المجاورة مثل أبو سنان مثل السخنين مثل العرابي التوجه إلى هناك إلى هناك يعني ونتحدث عن مدينة كبيرة يعني قد تجاوز الخمسين ألف مواطن جديد المكر لا تحتمل إقامة مدينة من هذا النوع على أراضيها وفي محيطها الكريم ولكن من حق جديد المكر أن توسع نفوذها لتحلل مشاكل الأزواج الشابة والضائقة السكنية في جديد المكر وهكذا الأمر في جميع الحيز العام الفلسطينيين وأقول لك يعني بدون محملون جميلة في بناء مدينة يعني منذ السبعينات لم تقم قرية واحدة عربية واليوم بدون يعملوا ما شاء الله مدينة للعرب يقولون نحن نبني مدينة للعرب يعني هذا الواجب نحن كمنا في لعية ستة هذا أمر سيء وخطير يجب رفض هذا المخطط بغض النظر عن خفاياه المؤسساتي وأهل جديد المكر يعني هم يقفون وقفة رجل واحد بكل الجهات ترفض هذا التوجه ورفضها قبل حوالي خمسة أو سبع سنوات عندما كنا نتحدث عن طنطور صغير اليوم طنطور اختبوت أقول لك كمان معطا نعم هناك سنة قانون كامينيتس لتنفيذ وتطبيق أوامر هدم قاسية بحق المواطن العرب من أجل القمع ليس إلا في حين أن هناك 250 أمر هدم موجود في إسرائيل على مستوى الدولة 250 ألف أمر هدم أمر ولكن سياسة الهدم وتنفيذ منها 240 ألف في المدن اليهودي والمستوطنات اليهودي لكن عند اليهود يحدث شرعا لهذه المباني وعند العرب يجب قمع هؤلاء السكان من أجل تضييق رقعة السكن وتصغير مساحات السلطات المحلية في مسمى ما يسمى الخرائط الهيكلية وخرى الخرائط الهيكلية للأسف هي مشروع دولة ليست مشروع ذاتي من كمال السلطات المحلية مبني على دراسات واحتياجات وحل المشاكل الداخلية إسرائيل ترسم الخط الأزرق ما يسمى الخط الأزرق المحيط لهذه الخرائط لمدة 15 سنين ولكن بعد 15 سنين سنجد أنفسنا في وضع مزري وقاسي جدا لأنه لن يتم توسيع كرة ومستطحات سوف لن تبقى أرض طالما بكية إسرائيل هكذا تفكر وهي ستستمر هكذا للأسف الشديد هذا وضع الفلسطينيين وهناك معطى آخر يوجد مليون مخالفة بناء في إسرائيل مخالفة بناء مستوى الدولي منها 100 ألف ندى العرب وهذا أمر طبيعي مع العلم أن في الدولة بنيت مدن ومستوطنات ويوجد خرائط تفصيلية وهيكلية التي لم ينتزمه بالتعليمات مع غيابها في الوسط العربي في الوسط العربي هي نتيجة نهج متراكم هذا الذي وصلنا إليه على الدولة أن تشرع ما هو موجود وتعطي وتتيح للسلطات المحلية لتقديم هذه الخدمات للمواطنين سيد محمد قبل أن تشرع الدولة يوجد خطة 22 يوجد قانون كيمينيس يوجد مخطط التنطور قانون القومية الكثير 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 من القضايا والمشاكل كيف يمكن للفلسطينيين مواجهة كل هذه الممارسات إذا ما نرنا معنا في السياسات الإسرائيلية تجاه الداخل الفلسطيني ذات السياسات تجاه الشعب الفلسطيني إسرائيل حاولت بعد أوسلو يعني صلخ الداخل الفلسطيني عن مجمل القضية الفلسطينية إلى حد ما أخفقت في ذلك وفشلت في ذلك واليوم تحاول تفكيك هذا المجتمع بالداخل بمعنى ما سيحصل لابن الناصرة لابن أم الفحم سيكون مصيره مصير ابن رام الله ابن جنين ابن نابس وحتى اللاجئ في مخيمات الشتات لا يمكن عزل واقع اليوم واقع الداخل الفلسطيني عن القضية الفلسطينية بحاجة أولا إلى عادة النظر بكل ما يتعلق في التعامل مع هذه المؤسسة للعالم نقول نعم نحمل الجنسية الإسرائيلية إسرائيل تروج لذلك لديها مليون ونصف المليون عربي مليون فلسطيني يعيشون بسلام في هذه البلاد وهذا ليس صحيح على الإطلاق باعتقادي يعني ليس فقط الداخل الفلسطيني ونحن بحاجة بعمل حاجة إلى وحدة الحال وإنما كشعب فلسطيني لفضح هذه السياسات الإسرائيلية إسرائيل يعني ما بعد قانون القومية إلى حد ما كانت تعرف نفسها دولة إسرائيل ونتنياهو اليوم أسس لدولة اليهود دولة اليهود من البحر إلى الظهر وهناك ليس فقط مليون ونصف مليون فلسطيني في الداخل هناك ما يقارب أربعة ونصف مليون فلسطيني سواء في الداخل أو في الضفة الغربية ولا ننسى غزة باعتقادي يعني مستقبلا سا كافة القيادات الفلسطينية ستكون على قناعنا لا بد من الحديث بلسان واحد خصوصا نحن عشية صفقة القرن وصفقة القرنية تصفي ما تبقى من الأراضي ما تبقى من القضية الفلسطينية لا أكون الشعب الفلسطيني ونحن جزء أساسي بكل ما يتعلق بصفقة القرن طيب قيد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن وصحف المختص في الشأن الإسرائيلي محمد وتد شكرا لكم إلى هنا عزاء المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر